فمن الناس من غفل في العشر الأول أو الأواسط عد عشرين يوم دق الجرس ليأتأت النهاية لشهر رمضان فعلى كل إنسان غافل أن ينتبه لكن قبل أن ينتبه للعبادة والطاعة عليه أن ينقي قلبه عليه أن يعفو عن الناس عليه أن يسامح الناس عليه أن يقبل بكليته على الله سبحانه وتعالى في هذا الإقبال الإنسان ساعة الإفطار يتعد له مائدة لماذا؟ ليغذي جسده الروح تحتاج إلى غذاء كما أن الجسد يحتاج إلى غذاء وهذه الروح وهذا الجسد يحتاجان إلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى حد يقول لي طيب أنت جبت الجسد مع الروح ليه؟ الجسد غذاء الجسد وأنا في الحرم غير غذاء الجسد وأنا هنا نحن هنا بنحط الحوم ونحط ونأكله بسم الله ما شاء الله لكن لما الإنسان بيكون عنده استعداد للعبادة والطاعة أجل الشيء ثلاث تمرات وشوية مية ويصلي وينسى الأكل خارس إيه اللي نسى الأكل؟ زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيقول إيه؟ إنما أنا أبيته عند ربي يطعمني ويسقي فساعة الإنسان ما بيقبل في شرف زمان أو في شرف مكان ويكون مطيع لله سبحانه وتعالى ينسى الطعام اللي حتى بتاع الجسد يعني طعام الروح يغني عن طعام الجسد علشان كده في العشر الأواخر حببا أن أحببا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان لعدة أمور الأمر المهم جداً اللي هو أنه يتحرى في هذه العشر ليلة القدر الأمر الثاني اللي هو طبعاً هنتكلم عليها بس الأول عشان فيه ناس بيغيب عنها الأمور اللي احنا محتاجين لها موسيقى